في إطار الزيارة الدورية للجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني لمختلف هياكل ومؤسسات الجيش الوطني الشعبي قام وفد من هذه اللجنة البرلمانية اليوم بزيارة إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين حيث كان في استقبالهم اللواء قائد الأكاديمية واستهلت زيارة بتقديم عرض شامل حول مختلف المهام المنوطة بهذا الصرح التكويني للجيش الوطني الشعبي ليقوم عقب ذلك الوفد البرلماني بزيارة متحف الأكاديمية ومختلف المرافق البيداغوجية والمخابر العلمية التي تساهم في الارتقاء بالتكوين الجامعي والتحصيل العلمي بالأكاديمية إلى المستوى المنشود كما تم كذلك متابعة تمرين قتالي وعروض مختلفة من تنفيذ طلبة الأكاديمية لتختتم زيارة بالمدرسة الملحق الأكاديمية الشهيد عبان رمضان أين طلع الوفد على مختلف المرافق التي تتوفر عليها هذا وقد أبدأ أعضاء لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني إعجبهم بالمستوى الذي بلغه التكوين بالأكاديمية العسكرية لشرشال باعتبارها العمود الفقري للمنظومة التكوينية للجيش الوطني الشعبي والتي تمد قواتنا المسلحة بمورد بشري مؤهل من ضباط نكفاء متشبعين بقيم ومبادئ ثورة نوفمبر الخالدة ترجمة نانسي قنقر